فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أن يوفقنا وياكم وأن ينفع بنا وبكم وأن يفقهنا كتابه وسنة رسوله الأمين اللهم أمين هذا وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات أنصح نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى فذكر الله تبارك وتعالى عبادة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان وحبيبة إلى الرحمن وحس الله على تلك العبادة الجليلة فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال سبحانه والزاكرين الله كثيرا والزاكرات أثنى الله عليهم كثيرا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قال وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والزاكرات فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وياكم وأن نذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا حتى ينطبق علينا قوله تعالى ونمتثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة فقوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا قال أهل العلم هو أن يكون الإنسان في جميع شؤونه ذاكرا لله تبارك وتعالى فقال بعضهم إذا حافظ الإنسان على الأذكار المقيدة التي هي مقيدة بأوقات مخصوصة أو بأفعال مخصوصة فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فمثلا إذا أويت إلى فراشك وقلت أذكار النوم ثم إذا استيقظت من نومك وقلت أذكار الاستيقاظ ثم إذا خرجت ثم إذا توضأت وقلت أذكار الوضوء ثم إذا خرجت إلى المسجد وقلت أذكار الخروج من المسجد وثم دخلت المسجد فقلت أذكار دخول المسجد وقلت أذكار الخروج من المسجد ثم قلت أذكار الصباح تقول أذكار دخول البيت تقول أذكار المساء وغير ذلك من الأذكار المقيدة التي قيدت بأوقات وأفعال مخصوصة فأنت من الذاكرين الله كثيرة وأنت أيضا تكونين من الذاكرات لله كثيرة إذا حافظنا على ذكر الله تبارك وتعالى صباحا ومساء وفي أكثر أمورنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ذكر ربه صلى الله عليه وسلم فالمقصود نكثر من ذكر الله عبادة لا تأخذ منها كبير مجهود ولا كبير وقت ولا كبير جهد فقط حرق لسانك بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهن المعقبات وهن الباقيات الصالحات وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صيح مسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس حرق لسانك بقول لا حول ولا قوة إلا بالله قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أحب الكلام إلى الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر ألا أدلك على أحب الكلام إلى الله قلت بلى يا رسول الله قال سبحان الله وبحمده أو قال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله رظيم فهذا كله فضل لله تبارك على عباده كلمات من سناء على الله وتمجيد له يرفعك الله درجات يرفعك الله درجات فلا تغفل عن ذكر الله أخي الكريم نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات سائلا لله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا يقول هل يجوز المسع على الشراب أم لا يجوز الشراب يعني به الجورب والمسع على الجوارب وهي ما تسمى الشراب اختلف أهل العلم في شأنها فمن مجيز على الإطلاق منهم من أجاز المسع على الجوارب بإطلاق خفيفا كان أو سخينا مقطعا كان أو سليما ومنهم من لم يجزه على الإطلاق ومنهم من فصل في المسألة والتفصيل هو ماذا بالشافعي رحمه الله هو الأقرب وهو أن يكون الجورب بنفس صفات الخف لأن الخف فيه النص المسع على الخفين فيه نص فإذا مسحنا على شيء آخر يكون فيه نفس المواصفات الذي الذي به النص فإن يكون الجورب ثخينا وأن يمكن تتابع المسح عليه وأن يلبسهم على طهارة فعندئذ يجوز المسح عليه يقول أو تقول السائلة لدينا مقبرة عائلية وندفن الرجال والنساء جميعا بدون تفرقه بينهم فهل هذا يجوز؟ لم يجوز ذلك جمهور العلماء بل قالوا الأصل أن للرجل قبرا وحده وأن للمرأة قبرا وحده فإذا ضاقت المقابر وكثرة الناس وكثرة الأموات فيجوز أن ندفن الاثنين والثلاثة لكن الرجال مع الرجال والنساء مع النساء ولا يجوز غير ذلك إلا للضرورة القصوى فدفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة لا يجوز إلا للضرورة القصوى والضرورة هنا كأن لا يكون هناك مقابر أصلا لهذه العائلة إلا قبر واحد مثلا فكل يدفن فيه فهنا للضرورة القصوى لا حرج في ذلك لكن قدر الإمكان يفرق بين الرجال والنساء بأن يجعل كما قال الشافعي رحمه الله فإن اضطر أن تدفن أن تدفن مرأة مع الرجل يقدم الرجل ويجعل بين الرجل والمرأة حاجزا من التراب هكذا قال الشافعي رحمه الله رحمة الواسعة يقول ابني ابني محتاج لعلاج طبيعي محتاج علاج طبيعي فهل يجوز أن يكشف في التأمين الصحي التابع لعمه الخاص بعمه على أنه ابنه هل يجوز له أن يكشف في التأمين الصحي الخاص بعمه على أنه ابنه فنقول بالله التوفيق هذا تدليس وكذب وزور أن يذهب ليكشف في التأمين الصحي على أنه ابن المؤمن عليه وهو ليس كذلك فهذا لا شك أنه غش ومن غشنا فليس منا فلا يجوز مثل ذلك نعم يقول كنا جلسين في المسجد فدخل علينا مسافر قد نفذ ماله قد نفذ ماله وليس معه مال للعودة لوطنه فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة نعم هذا ابن السبيل وابن السبيل هو الذي انقطعت به الحبال والسبل في سفره فيجوز لأهل الإسلام أن يعطوا من زكاة أموالهم لابن السبيل حتى يبلغ في سفره وابن السبيل مصرف من مصارف الزكاة فيجوز لكم أن تعطوه من مال الزكاة يقول حصل نقاش بين الزملاء في العمل على نوع الخيانة التي قال الله عن امرأة نوح وامرأة لوط قال فخانتاهما فاختلف الزملاء في معنى الخيانة هنا فمنهم من يقول الزنا ومنهم من يقول غير ذلك أقول بالله التوفيق جمهور أهل العلم على قول ابن عباس وهو أنه لم تزن امرأة نبي قط والخيانة هنا قيانة في الدين وخيانة في الأخلاق ففي الدين على أنهما امرأة نوح وامرأة لوط كافرتان بخلاف نوح ولوط وكذلك كانت امرأة نوح تقول على زوجها نوح إنه مجنون وكانت امرأة لوط تدل الأضياف أو عفوا تدل أهل القرية الذين كانوا يعملون السيئات على أضياف لوط هذه الخيانة على قول جماهير أهل العلم يقول اقترض مني شخص مبلغا كبيرا من المال منذ عدة سنوات فهل يجب علي أن أزكي هذه الأموال أقول بالله التوفيق إن كان الأجل لم يحل بعد والدين حي وإن كان الدين حيا فهنا نعم زكي عليه كل عام لأن المال محفوظ ولم يأتي وقت سداده بعد أو عند رجل مليء ولا ينكر ولا ينكر الدين فهنا كأن المال معك تزكي عليه كل سنة لكن إن كان الدين ميتا ومعنى الدين الميت أي أنك لا تدري متى سيسد والمال يعني منذ عدة سنوات مع هذا الشخص وهذا الشخص معصر أو ليس معه ما يسد أو مسجون ولا ندري متى يسد الدين الذي عليه فعندئذ نقول لا يجب عليك الزكاة كل سنة عن هذا الدين لكن إذا قبطته في يوم من الأيام زكي عليه مرة زكي عليه مرة نعم يقول مرأة مريضة ولا تستطيع الاغتسال من الجنابة في هذا البرد فهل يكفيها التيمم أم لا أقول بالله التوفيق يجوز التيمم إذا لم يجد أحد الماء أو لم يستطع استعمال الماء فهنا في السؤال أن المرأة مريضة ولا تستطيع الاغتسال من الجنابة لشدة البرد فيجوز لها حينئذ إذا عجزت عن استعمال الماء أو عجزت عن استعمال الماء المسخم أو استعمال الماء الدافئ إن عجزت عن استعمال الماء أو كان في استعمال الماء ضررا عليها فهنا يجوز لها أن تتيمم وتصلي بالتيمم إلى أن تستطيع الاغتسال بالماء والله أعلم يكون رجل استدعاه القاضي للشهادة على أن فلانا يتقاضى راتبا معين أو يتقاضى راتبا كذا وكذا فشهد أمام القاضي وحلف بالله العظيم أن الشخص الفلاني يتقاضى مبلغا معين وكانت القضية قضية نفقة فيقول الرجل وهو لا يدري كم راتبه لا يدري كم راتبه بالضبط لكنه حلف أمام القاضي فهل عليه اسم أقول بالله التوفيق الشهادة الشهادة لا بد أن تكون على شيء معلوم لدى الشاهد معلوم علما يقينيا إما رآه أو سامعه أو خبرة لا بد أن يستند على أمر محسوس متيقا أما أنه كان يظن أنه يتقاضى راتبا كذا وكذا ببلغا معين ثم يقول للقاضي أحلف بالله العظيم أو أكسم بالله العظيم أنه يتقاضى كذا كذبت هو لا يدري كم يتقاضى من الراتب وهذه تحصل كثيرا في المحاكم الجار يجامل جاره والقريب يجامل قريبة كل ذلك لماذا يجامله وحتى لا يغضب منه جاره أو لا يغضب منه قريبه فيقول تعالى يا معايا فلان المحكمة اشهد على كذا وكذا وهو لم يكن حاضر الموقف أو هو لا يعلم ثم يذهب ويحلف بالله العظيم ويشهد زور والله تبارك وتعالى يقول فجيتانب الرجس من الأوسان وجيتانب قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت يعني الراوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كررها كثيرا ألا وقول الزور لماذا لشدة الأمر قول الزور هذا كبير بالكبائث فلا تجامل جارا ولا قريبا ولا أحدا في الشهادة تعال يا فلان اشهد أن فلان طلعت بدهبها أو فلان طلعت من غير دهب لا تشهد إلا وأنت تعلم ماذا تفعل تعال يا فلان اشهد أن فلان فعل كذا أو لم يفعل كذا لا تشهد إلا إذا رأيت أو سمعت قل للقاضي أنا لم أشهد لكن سمعت الناس يقولون أخبرهم بما تعرف وأخبره بالحقيقة لكن أن تذهب وتشهد وتقول أكسم بالله العظيم أني رأيت كذا أو أن فلانا فعل وتحرف بالله العظيم مجاملة الآخرين يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط كن قواما قائلا بالحق والشهادة لله تبارك وتعالى يقول هل يجوز أدفع زكاة مالي لأبي وأمي لأنهما فقراء لا يجوز دفع الزكاة للوالدين لأن الوالدين الفقراء واجب نفقتهما على ابنهما الغني فأنت بذلك أنت المستفيد إذا صرفت زكاة مالك للوالدين الفقراء فأنت المستفيد لأن نفقت الوالد الفقير عليك ولأن نفقت أمك الفقيرة عليك فلا يجوز أن تدفع لهم الزكاة بل أنفق عليهم من مالك خارج الزكاة وكذلك في الزوج والزوجة لا يجوز أن يدفع الرجل مال زكاته أو زكاة ماله لزوجته لأن نفقتها واجبة عليه هذا وإلى فاصل قصير ثم نعود وصلى الله على نهاية محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستصارات سائلا للمولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى يقول السائل هل يجوز أن يقول المؤذن في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله أقول بالله التوفيق إن زيادة كلمة سيدنا في الأذان لم تلد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحب الكرام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالاتباع أولى هنا الاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أولى فلا يزاد كلمة سيدنا في الأذان بل أشهد أن محمدا رسول الله والصحابة الذين هم أكثر حبا للرسول منا وأكثر توقيرا وأدبا كانوا يقولون ذلك فحسبنا ما فعله الصحابة الكرام وما ورد في الآثار أما الزيادة اليوم قلنا أن نشهد أن سيدنا محمد رسول الله غدا يأتي رجل ويدعي المحبة بالزيادة ويقول أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وثالث يأتي ويزيد ويجعل الأذان ألعوبة في ألسنة الناس كل من يريد أن يزيد كلمة ويستحسنها يزيدها فنقول لا إن كلمات الأذان توقفية فلا يزاد أو فلا تزاد هذه الكلمة لأنها لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام وسدا للتوسع في هذا الباب والله أعلم يقول هل يبطل صيام من يقول الزور لأني سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أقول بالله التوفيق أما الحديث فصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه لكن هذا الحديث معناه أن من يقول قول الزور كيكذب كيشتم أحدا كيشهد زور على أحد أي كلام زور وباطل ينقص من أجل الصائم فليس الغرض من الصيام أخي الكريم أن تترك الطعام والشراب ثم تأكل أعراض الناس أو ثم تقول الزور والباطل إن الله تبارك تعالى فرض الصيام حتى نتعلم التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فليس فرض الصيام فقط لترك الطعام والشراب ليس لله حاجة أن يجعل إنسانا يدع طعامه وشرابه لكن لا يدع أعراض المؤمنين ولا يدع قول الزور ويفعل ويفعل كذا من المعاصي ما الفائدة من تركك الطعام وشراب إذن الله تبارك تعالى فرض عليك الصيام هو تركك الطعام والشراب والشراب لتتعلم التقوى لتحفظ لسانك عن قول الزور لتحفظ بصرك عن النظر للحرام لتتعلم خشية الله تبارك تعالى هذا هو الغرض من الصيام فمعنى الحديث من لم يأتي بالغرض من الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ما الفائدة من ترك الطعام والشراب لكن ليس المقصود أن صيامه باطل وعليه أن يقضيه يوما مكانه لا نعم يقول هل يجوز أصلي القضاء بعد العصر أي في أوقات الكراهة نعم يجوز أن تقضي الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة وأوقات الكراهة مخصوصة بالتنفل المطلق كأن يصلي إنسان يقول أريد أن أصلي ركعتين لله بعد صلاة العصر فنقول لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت أو يأتي بعد صلاة الفجر ويقول أريد أن أصلي ركعتيني فنقول لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت كما في الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ونهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نعم فهذا في التنفل المطلق أما قضاء الفوائد من المفروضات فيجوز في أوقات الكراه نزل عليها الدم قبيل أذان المغرب بدقائق فهل يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم نعم يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم ولها الأجر عند الله ما أمسكت في هذا اليوم بتمامه ثم نزل عليها الدم قبيل الأذان المغرب ففسد الصيام هنا فسد الصيام ووجب عليها أن تقضي ذلك اليوم والله لا يضيع أجر من أحسن عمل فالله تبارك تعالى سيجرى على ما أمساكت من طعام وشراب يقول حكم سفر ممرضة للعمل في دولة من دول القليج بدون زوجها بحجة أنهم ألغوا المحرم في السفر أقول ولبالله التوفيق سواء ألغوا المحرم في السفر أو لم يلغوه عندنا كتاب الله وصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاكمة على جميع تصرف المسؤولين والقرى والدول فعندنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيحرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم في الآن تريد أن تسافر وحدها بدون محرم للعمل في دولة من الدول هذا حرام ولا يجوز لا بد في السفر في طريق السفر من محرم ثم المقوس في هذه الدولة إن كان في صحبة آمنة وتعمل فلا حرش لكن السفر كسفر لا بد من محرم ما حكم دخول الحائض المسجد أما عن الدخول فيجوز لها ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة من المسجد قالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك يعني دخلي جيب السجادة خمرة سجادة ايتي بها من المسجد فقالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك فذهبت وأتت بالخبرة فالمقصود مجرد دخول الحائض المسجد لا حرج فيه أما المكس الحائض في المسجد فجمهور العلماء على المنع هل علت هل علت تلوث أو احتمالية تلوث المسجد قال بذلك عدد من العلماء واستدل بعضهم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب والحديث ضعيف الإسناد ضعيف الإسناد فالأحوط أن تتجنب المرأة الحائض المكسى في المسجد هذا الأحوط لها هل الريح التي تخرج من فرج المرأة ينقض الوضوء هذه مسألة مختلف فيها وأختار الرأي القائل أنه لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء فهو ليس ريحا كالريح المعروف الذي يخرج من الدبر فهذه المسألة أشبه من أن تكون يعني فراغ فرج المرأة أو غير ذلك أصوات يعني ينشئها الفرج فرج المرأة فلا دليل قاطع على أنه ينقض الوضوء وإن كان من أهل العلم من قال هو في عموم الريح هو يدخل في عموم خروج الريح أو خروج شيء من أحد السبيليل فهنا خاصة إذا كان يعني يسبب للمرأة ضررا كلما خرج منها ريح من قبلها ذهبت الوضوء فقد يسبب لها يعني مشقة كبيرة فالقول بأنه لا ينقض الوضوء والله أعلم أراه أقرب ما حكما حلف أكثر من مرة وعليه كفارات يمين وهو ناسي عددها ماذا يفعل يكفر ما يغلب على ظنه أنه قد أتم بالكفارات يعني مثلا هو شاكك هل هو حلف عشر مرات خمسة عشر مرة أكثر أو أقل فهنا يكفر بعدد ما يغلب على ظنه أنه قد فعل ما عليه لكن هنا تنبيه ألا وهو هل هذه الأيمان كلها على شيء واحد فإذا كانت هذه الأيمان كلها على شيء واحد فهنا عليه كفارة واحدة كأن يقول والله العظيم لا أذهب غدا إلى مثلا الصعيد ثم أتى في يوم آخر غدا قال والله لن أذهب إلى الصعيد ثم بعد سعتين قال أكسم بالله من أذهب للصعيد فكل موضوع واحد كل موضوع واحد لكنها أيمان متعددة ففيها كفارة واحدة لكن إذا حلف أيمانا كثيرة على أشياء كثيرة فلا عليه بكل يمين كفارة عليه على كل يمين كفارة تقول السائلة إن حيضتها كانت خمسة أيام ومؤخرا ولقرابة سنة بدأت لا تجد شيئا بعد الخمسة أيام بعد اليوم الخامس ينقطع الدم تماما ثم في اليوم السابع والثامن تجد قدرة وصفرة فما حكم ذلك أقول بالله التوفيق إن الحمرة والقدرة والصفرة لا تعد شيئا بعد القطاع دم الحيط فإذا انقطع دم الحيط ورأت المرأة الطهر ورأت المرأة الطهر هنا لا تعتد بالصفرة ولا القدرة ولا تعبأ بهم أي تصوم وتصلي ويأتيها زوجها لا حرج في ذلك فالقدرة والصفرة ليست بشيء بعد رؤية الطهر بعد رؤية الطهر يقول هل ذهب الحلي عليه زكاة المرأة لها ذهب للزينة فهل على ذهب الزينة والحلي زكاة جمهور العلماء يقولون لا زكاة عليه لا زكاة عليه أما الأحناف وقولهم هو الأحوط أن على المرأة زكاة في ذهب زينتها وحليها واستدلوا بعموم النصوص من القرآن والسنة كما قال تعالى والذين يكنزون الزهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ولم يستثني الله شيئا لم يستثني ذهب زينة من عدمه وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من صاحب مال لا يؤدي زكاة إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرأ فيأخذه بلهزمتيه ويقول له أنا مالك أنا كنزك فأيضا لم لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم زينة من عدمه بل في حديث أن امرأة أتت ومعها جاريتان وقد سورتهما بسوار من زهب فقال أتؤدين زكاة هذا فسأله النبي أيضا عن زكاة الزينة والحلي فالأحوط والله أعلم رأي الأحناف في هذه المسألة وهو أن على المرأة في ذهب حليها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الزكاة والنصاب 85 جرام ذهب عيار 24 أو 97 جرام عيار 21 هذا هو النصاب يقول ما حكم بلع الريق والبلغم في الصيام الريق يختلف عن البلغم أما بلع الريق فلا حرج فيه حتى لو كان فيه بعض التغير حتى لو كان فيه بعض التغير بلع الريق لا بأس به أما البلغم الذي هو يأتي من الجوف فإذا خرج في فمك فاتفله أما إذا كان ما زال بالداخل فلا حرج أن تبلعه لكن البلغم لو خرج في الفم فاتفله لأن ذلك يعني شيء يخشى أن يدخل جوف الإنسان لكن هنا تنبيه ألا وهو أن كثير من الناس في هذا الباب موسوسون كيف ذلك؟ يأتي ويظل يدفل يعني طيلة يوم صيامه تفل يدفل بعد أن يتوضأ يدفل بعد أن يفعل مثلا أن يغسل وجهه يدفل لماذا؟ يوسوس والمسألة أهوى من ذلك نقول له هدي نفسك فالمسألة أهوى من ذلك فلا اثم عليك لو بلعت ريقك حتى لو وجدت تغيرا في ريقك يعني حتى لو وجدت بعض التغير في الريق لا حرج لا حرج أبدا فامنع الوسوسة واستعذ بالله من الشيطان الرجيم يقول هل يجوز تناول السحور مع أذان الفجر كيف ذلك؟ إذا كان الفجر يؤذن في وقته لذان الأصلي فلا يجوز أن تأكل ولذان يؤذن بل بمجرد الله أكبر تمتنع عن الطعام لكن هل تكمل اللقمة التي في فمك أو لا؟ الأمر سهل الأمر سهل لكن أن تأكل والأذان يؤذن والأذان يؤذن في موعده هذا لا يجوز بحل من الأحوال أما الأذان الأول الذي هو للتنبيه فهذا قل واشرب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فقلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فهذه سنة طيبة سنة مهجورة ألا هو أن يكون للفجر أذانان الأذان الأول قبل الأذان الأصلي بوقت معين ينبه الناس يوقز النائم وينبه اليقظان حتى اللي يصلي واللي يتصحر ونعرف أن الوقت قد قرب وقت الفجر إن بلالا يؤذن بليل فقلوا واشربوا وفي رواية لا يمنعنكم أذان بلال لا كلوا واشرب ولا يمنعنك من الأكل والشرب فقلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم لأن عبد الله كان يؤذن في الوقت كان يؤذن في الوقت فهذه سنة مهجورة أن يجعل للفجر أذانان لكن لا استبدلنا هذا بإيه بتواشيح وقراءة القرآن وغير ذلك ولم نفعل السنة فما الحرج أن تطبق تلك السنة في بلدنا هنا مصر وفي بلاد أهل الإسلام عموما وإن كان كثير من بلدان المسلمين يطبقون هذه السنة أن للفجر أذانين فنقول طبق هذه السنة لأنك بذلك تنبه الناس وتمتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما حكما يصلي ولا يصوم صيامه صحيح لكن تقول ما حكما يصلي ولا يصوم مرتكب لكبيرة الإفطار في نهار رمضان بلا عذر مرتكب لكبيرة الإفطار في نهار رمضان بلا عذر فصلاته في ميزان حسناته وتركه الصيام في ميزان سيئاته وتركه الصيام في ميزان سيئاته فالمقصود يعني هذا عجيب جدا يصلي ولا يصوم فمن يصلي فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فهذا الأمر غريب لكن الأسئلة الأكثر اشتهارا من هذا هو العكس ما حكم من يصوم ولا يصلي هذا موجود كثير في أمة الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا أتى شهر رمضان صام وهذا هو الواجب عليه لكن عند الصلاة لا يصلي حتى في رمضان فنقول لهذا الشخص أنت على خطر عظيم على خطر عظيم قال الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد بتر أهله أي فكأنما قطع أهله فالمسألة خطيرة والله يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية فترك الصلاة أو التقصير فيها جريمة كما قال الله تبارك وتعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هكذا قال الله تبارك وتعالى تقول ما حكم إفطار الصائم مع الأذان مع الشك بالوقت هذا السؤال غير مفهوم ما حكم إفطار الصائم مع الأذان مع الشك بالوقت إن كان يسمع الأذان إن كان يسمع أذان المغرب فليفتر إذا سمع الله أكبر الله أكبر من أذان المغرب فليفتر لكن إن شك في الوقت فلم يسمع أذانا لكن شك هل غربت الشمس أو لا فلينتظر قليلا حتى يتأكد حتى يتأكد لأن الأصل بقاء النهار لأن الأصل بقاء النهار فلا يفتر حتى يتأكد من غروب الشمس نعم يقول هل يقبل الله تبارك وتعالى صيام وعبادة بل لا يصلي جمهور العلماء قالوا إن تارك الصلاة فاسقة لكن ليس بكافر وعليه فإن صيامه وعبادته في ميزان حزناته وإن تركه الصلاة في ميزان سيئاته لكن فريق من أهل العلم كالحنابلة يرون كفر تارك الصلاة وعلى هذا القول لا ينفع مع ترك الصلاة لا ينفع مع ترك الصلاة عبادة فلا ينفع صيامه ولا صلة الأرحام ولا بره الوالدين ولا غير ذلك مع تركه الصلاة على القول الثاني أما قول الأكثرين من أهل العلم أنه ينفع عبادة والصيام وغير ذلك حتى لو كان تارك الصلاة لكنه على خطر عظيم كما سبق هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى في لهاية هذا المجلس أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يعيننا وإياكم على ذكر وشكره وحسن عبادته ونسأله تبارك وتعالى بأسبائه العليا وصفاته سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع وأن يزيدنا علما وأن يفقهنا الكتاب والسنة ونعوذ به من جهد البلاء وضرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق في القول والعمل هذا وصلى الله والدين والمحمد على آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة